تصل تصفية كأس العالم في قارة آسيا لمرحلتها الأخيرة مع إقامة مباريات الجولتين الأخيرة للمرحلة الثانية من التصفيات حيث أن هناك منتخبات ضمنت تأهلها مبكرا وأخرى ما زالت في سرع محتدم حول بطاقة التأهل للمرحلة القادمة فمن هي المنتخبات التي تأهلت مبكرا وما هي وضعية المنتخبات العربية الأخرى وكم يخصها للتأهل وما هو ترتيب المجموعات الجديد بعد نهاية الجولة الرابعة ولكن قبل أي شيء لا تنسوا ضغط زر اللايك والاشتراك في القناة لتستمتعوا بالمحتوى القادم الخاص ببطولة أمم أوروبا وكوبا أمريكا أهلا بكم في قناة على الطاير ويلا بي إذا نبدأ شوف 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 على الطاير يا حبيبي على الطاير مع انتهاء الجولة الرابعة للمرحلة الثانية من التصفيات سبع منتخبات حسموا تأهلهم مبكرا للمرحلة المقبلة وأغلبهم من كبار القارة وهم قطر اليابان إيران أسباكستان العراق الإمارات وأستراليا وبذلك تبقى 11 مقعدا مؤهل للمرحلة المقبلة يلعب في الجولتين الأخيرتين وقد استقر جدول ترتيب المجموعات بعد نهاية المجموعة الرابعة على النحو التالي قطر تتصدر المجموعة الأولى بـ 12 نقطة تليها أفغانستان والهند بـ 4 نقاط وأخيرا كويت بـ 3 نقاط أما المجموعة الثانية تتصدرها اليابان بالعلامة الكاملة ثم سوريا بـ 7 نقاط كوريا الشمالية بـ 4 نقاط وميانوار في المركز الأخير بنقطة واحدة ولا تختلف المجموعة الثالثة عن سابقاتها حيث تتصدرها كوريا الجنوبية بـ 10 نقاط الصين بـ 7 نقاط تايلاند بـ 4 وأخيرا سنغافور بنقطة واحدة أما المجموعة الرابعة تتصدرها عمان وقرقستان بـ 9 نقاط على حساب ماليزيا بـ 6 نقاط والصين طايبي متذيلة للمجموعة بلا نقاط ونأتي للمجموعة الخامسة حيث تشارك إيران وأزباكستان صدارة بـ 10 نقاط يليه ما ترك منستان وهونغ كونغ بنقطة لكل منهما واكتسح العراق المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة يليه أندونيسيا بـ 7 نقاط فيتنان بـ 3 ثم الفليبين بلقطة واحدة ولا يختلف حال المجموعة السابعة عن سابقاتها بتصدر المنتخب السعودي بـ 10 نقاط على حساب الأردن بـ 7 نقاط وطاجكستان بـ 5 نقاط مع تذيل باكستان المجموعة بـ 0 من النقاط حالها حال المجموعة الثامنة بسيطارة الإمارات بـ 12 نقطة متبوعة بالبحرين بـ 9 نقاط اليمن بـ 3 ونيبال في المركز الأخر بلا نقاط وأخيرا نصل إلى المجموعة التاسعة والأخيرة ونجد أستراليا في المركز الأول بـ 12 نقطة يليه منتخب فلسطين بـ 7 نقاط لبنان بنقطتين وبنغلاديش بنقطة واحدة وتستمر التصفية هذا الشهر أيضا بإقامة الجولتين الخامسة والسادسة يومي 6 و 11 يونيو ففي المجموعة الأولى يحتاج منتخب الكويت إلى الفوز في مباراتيه المقبلتين لدى الهند وأفغانستان اللاحق بقطر للجولة المقبلة أو الفوز في المبارات والتعادل في الأخرى مع انتظر تعثر الهند وأفغانستان أمام قطر أما المجموعة الثانية فتحتاج سوريا إلى نقطة تعادل مع كوريا الشمالية للمرور للدور المقبل وما زال الصراق قائم في المجموعة الثالثة بين الصين وطايلاند للحق بكوريا الجنوبية والتي ينقصها نقطة واحدة للعبور في حين على طايلاند الفوز بالمباراتين وانتظر تعثر الصين سواء بالتعادل أو الخسارة وفي المجموعة الرابعة تعتبر حسابات التأهل معاقدة نوعا ما بين عمان وغيرغستان وماليزيا حيث يحتاج كل من عمان وغيرغستان إلى أربع نقاط للتأهل أما ماليزيا فيحتاج لست نقاط مع عدم فوز غيرغستان على عمان ونأتي للمجموعة الخامسة والتي حسمت رسميا بتأهل إيران وأزباكستان وأمامهما مباراة للظفر بالصدارة واخترب منتخب أندوليسيا كثيرا للحق بالعراق للدور المقبل عن المجموعة السادسة بحيث أنه يحتاج إلى ثلاث نقاط فقط من مبارتيه المقبلتين ولا يختلف حال المجموعة السابعة كثيرا حيث يحتاج المنتخب السعودي لنقطة واحدة للعبور أما الأردن فيحتاج للفوز على طاجكستان وتفادي الدخول في متهات الحسابات وكذلك الحال في المجموعة الثامنة مع ضمان إمارة تأهلها يحتاج البحرين لنقطة واحدة وأخيرا نصي المجموعة التاسعة والأخيرة بحيث يحتاج منتخب فلسطين للتعادل مع لبنان لضمان التأهل أما بالنسبة للبنان فيحتاج لست نقاط مع تعثر فلسطين في المبارتين المقبلتين وبذلك تختتم رسميا المرحلة الثانية للتصفيات وستجرى قرعة المرحلة النهائية شهر يوليو المقبل فما هي المنتخبات التي تتوقعون وصولها للمرحلة المقبلة وألس نشهد مفاجآت مدوية في الجولتين الأخيرتين وما رأيكم في مستوى التصفيات حتى الآن ننتظر رأيكم بالتعليقات ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك وزر الإعجاب ونراكم في فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوف 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 على الطائر يا حبيبي على الطائر